يورو 20-24 عملنا حالة كده من المتعة الكروية مبارح منتخب إنجلترة أهل نهائي بطولة كاس أمم أوروبا يورو 20-24 وده بعد الفوز على منتخب هولندا بنتيجة 2-1 كمان إنجلترة أهلت لي مواجهة منتخب أسبانيا في النهائي يعني عايزة أقولك يا شازلي فعلا عامل حالة كده كل شوية حد يقول فيه ماتش النهاردة فتبقاش فاهم ماتش مين ومين يقولك يورو ففي حالة فعلا الناس كلها عايزة تتفرج على الماتشات لأنها في الحقيقة ممتعة جدا النهاردة هنتعرف بقى على تفاصيل مبارات مبارح إزاي قدرت تتخطى إنجلترة هولندا ومين هيقدر يفوز بالبطولة أسبانيا ولا إنجلترة كل ده وأكتر هنعرفه من ضفنا الأستاذ حسام حسن الناقد الرياضي أهلا بيك من وارده أهلا بيك وصبحت صباح أخير عليك أستاذ شازلي وأستاذ بسانت أهلا بيك يعني شفت إزاي مبارح فوز إنجلترة على هولندا إنجلترة طبعا فريق كبير شايف النتيجة كانت متوقعة ولا لا احنا خلينا بس في البداية نقول إحصائية كرة سريعة المنتخب الإنجليزي ده تاني وصول إلى الفاينال على التوالي قدر مع ساوس جيد أفضل مباراة قدر يلعب على المنتخب الإنجليزي لمباراة أمس مع هولندا أمور تاكتك تنوع في الهجمات اللينك ما بين التلات خطوط ولكن لو تكلمنا بتفاصيل هنقول إن الشوت الأول هو أفضل شوت بالنسبة للمنتخب الإنجليزي في اليورو عموما يعني ساوس جيد تتعامل مع بباراة شكل كويس جدا الشوت الأول كومن لما لقى أنه هيخسر المعركة الشوت الثاني بدأ أنه يلعب بالبلان بي اللي هو في الطرق اللي يابي بتاعته أو الثلات خطوط وده هنتكلم على بتفاصيل كمعنا شوية تصور بس مش عارف بقى تعريض ولا لأ بس خلابا نتكلم في الأمور التاكتكسي بالنسبة لساوس جيد ساوس جيد الفترة الأخيرة كان عليه هجوم كبير جدا من خلال الصحف الإنجليزية هل تحتاج أي طريق في الصور ونعرضها دلوقتي؟ من خلال الصحف الإنجليزية أو البعض لا، أريد أن نرجع للصور أريد أي طريق الصور ونعرضها دلوقتي؟ أول صورة بالنسبة للحالة الأولى لساوس جيد هو وجود ماينو هي دي؟ أه، هنا ماينو قدر أن ساوس جيد يزرعوا لعب بوكس تبوكس يعني بوكس تبوكس؟ يعني الراجل هو المحور اللي بدأ يجري التمانيات أو يجري اللعيبة اللي في العمك زي بيلنجهام أو فودن أو هاريكين أو ساكا فالراجل عمل حالة هو من اللعيبة اللي بتقدر تطلع بالكرة بشكل كويس جدا ويبدأ يحرك الأطراف أو الكرة اللي في العمك ويوصل اللي بتزين فورتيني الكرة دي أخطر كرة في المباراة ماينو قدر يحط الكرة في فودن ويشكل خطورة ولكن قدر المدافع المتخبة هولندا تلحى بشكل كبير جدا الفكرة هنا أن ساوس جيد في دول المجموعات كان بيشارك أرنولد كلاعب بوكس تبوكس ولكن هنا لو عملنا مقارنة سريعة هنقول لك أن أرنولد لاعب بيعتمد على الطلاق المباشرة يعني الطلاق المباشرة اللي هو لعب ظهير أو جناعه بيبدأ يدخل في العمك عنده مشكلة في حتة الاستلام والتسليم كلنا بنشوف المنتخب الإنجليزي في دول المجموعات أن أرنولد هو اللي بيبدأ ينزل يستلم عشان يعمل عملية البناء أو الخروج بالهجمة من تحت المنتخب الإنجليزي ولكن دي كانت عاملة مشكلة أن أرنولد في حتة الدوران أو الاستلام كان بياخد وقت كبير جدا كان بيدي مساحة للخصم يبدأ يعمل الضغط العالي فكان بياخد وقت أول المنتخب الإنجليزي ما كانش بيبدأ يحضر الهجمة بشكل كويس جدا في وجود مينو في مباراة سويسرا ومباراة هولندا وأن ساوس جيت أنا شاف أن الحسن الوحيدة اللي عملها في المنتخب الإنجليزي هو ساوس جيت وجود مينو لأنه بيقدر أن يخرج بالكورة من تحت وسط الزيادة العددية عنده حلول إحلال وتجديد بلعب الأطراف بشكل كويس جدا إيه التغيير اللي عمله طيب عن مباراة روبان هالي؟ كان أداء باهت في مباراة روبان هالي؟ بالضبط يا طريق اللي عملها 3-4-3 ومشتقاتها اللي عملها 4-3-2-1 وهكذا يعني أنا شايف أنه كان ساكا أو تريبل على الأطراف وجود ديكلن رايس ومينو في نص الملعب يعني هو عمل زخم في نص الملعب وده كان المطلوب إن ساوس جيت يعني يعتمد شوية على الكل والهجوم أنا ما عاسك واتقه جدا أنت بتكلم عن هاري كين وفودن وبيلين جهام اللعبها جاية من دوريات يعني مفادشين بشكل كويس جدا فأنت معك سكواد قوي هجوميا دفاعيا فهو كان المفروض يشتغل على التاكتك ده فيه نقطة كمان بالنسبة برضو الساوس جيت إنه هو إيه لما قدر إن يلعب ساكا مش جناح هو لعبه اللاعب دفندر متقدم فساكا هو بيلعب جناح هجومي فما شفنا الساكا الشوت التاني لأنه قدره أدوار دفعية أكتر شفنا تريبل إنه يعني من ضمن المشاكل برضو مع ساوس جيت أو الصحف الإنجليزيليا إنه عنده لك شو بر ليه ما يلعبش مكان تريبل وعدلت لك شو فهو برضو يعني مسميه له فقر يعني مدرب عنده فقر تكتيكي أو بخيل في فلسفته الاستراتيجية على أرضية الملعب يعني مش عايزين نقول جبان ولكن هو ما بيحبش المخاطرة دايما بيحافظ على الشكل أو الوضع أنا بكسب كده يبقى أنا هكسب كده دي المشكلة بالنسبة لساوس جيت شوت التاني لو لاحظنا الصورة دي بتوضع لك إنه قدر كومن للمنتخب الهولندي يعزل الخطوط التلاتة للمنتخب الإنجليزي بشكل كبير جدا يعني لو لاحظنا إنه شوف الرباعي الظهر الخط هولندا ونص الملعب أربعة في نص الملعب واثنين للمنتخب الهولندي إذر قدروا يعزلوا فودين وبينجهام وساكا والسلاسي الخالفي وراء هو اللي بيبدأ عملية التحضير والبناء فالكومن بدأ يتعامل مع الشوت التاني بالنسبة للمنتخب الإنجليزي إنه يعزل الخطوط التلاتة وبدأ يتعامل على التحولات السريعة شوفنا المنتخب الهولندي منتخب دفعيا ما كانش أقوى يعني ما كانش أفضل من الكرة الهجومية شوفنا إنه خطورة المنتخب الهولندي لما بروحوا بالهجمة أكثر شكلا وإقناعا على أرضية الملعب من المنتخب الإنجليزي في عملية التحولات فكومن طب إيه وقع من المنتخب الهولندي لو قع من المنتخب الهولندي هو اعتمد على السياسة اللي هو زون ديفينس إنه يلعب الكرة على التحولات السريعة السويتشن جناحة الشمال أو اليمين يعني هو بدأ يعتمد على أي صغرة موجودة على أرضية الملعب وده يعني أنت بتلعب منتخب زي منتخب الإنجليزي لازم أن يكون معاك بلان A وB هو اعتمد على البلان B إن أنا أفضل في نص ملعبي أحفظ بشكل كويس جدا واعتمد اعتماد كلي على القرى السويتشنج أو اللي أنا أعتمد على الاختراك من العمق وهكذا طيب وضع ساوس جيت هيكون عامل إزاي لو خسر النهائي؟ أنا شايف إن إحنا لو تكلمنا أرقام وإحصائيات ساوس جيت أفضل مدير فاني حتى الآن في اليورو إن يوصل إثنين فاينال على التوالي ده شيء يعني قوي بالنسبة للمنتخب الإنجليزي ولكن على أرضية الواقع بيتهاجب لإني زي ما قلت لك مدرب ما عندوش حلول في التكتكس أو الأمور التكتكية على أرضية الملعب مش مارن مش مارن هو فيه بلان معينة بيتطبع على أرضية الملعب أنا بكسب بتلاتة أربعة أتنين واحد ومشتركاتها زي ما قلت لحضرتك تريدية اللعبة دي فهو محتمل على كده ما عندوش فكرة أنه مثلا يتحافظ بالطريقة دي فيغير بالظبط ما عندوش هو دايما بيلعب بالسكواد اللي معاه اللي هو السلاسي خط الضه مص الملعب زي ما قلت لك ديكنا الرئيس ومينو وتريبل وساكا لكن معاه اسماء مرعبة يعني تقدر تنفذ أي شد يعني أنا عايز أقول لك على حاجة فيه صورة معانا كمان الهدف التاني بالنسبة لمنتخب الإنجليزي لما بدأ يعمل الروتيشن لبعض اللعيبة شفنا بالمر هنا الكورة مع ديكنا الرئيس قدر يوصل الكورة لبالمر هنا وفي لحظة واحدة الكورة واحدة إلى واتكنز وقدر يحرز الهدف التاني بشكل مارين هنا التغيرات اللي قدر أعمالها ساوز جيت إنه هو وجود بالمر واتكنز في أرضية الملعب غيره في شكل كبير جدا والذي بدأ يعتمد اللعب على الأطراف بشكل كبير اللي قال إن العمق مغلق فبدأ إنه يعتمد على الأطراف وهكذا فأنا بقول لك إن ساوز جيت مع ديكة احتياته قوية جدا بنفس كواليتي اللعبة الأساسية ومع ذلك هولاندا لم تستغل هذا الأمر ولم تستغل هذا الأمر هم حافظين طريقة لعبه يعني بالضبط فأنا من وجهة نظري سكواد المنتخب الإنجليز يعني عايز أقول لك أقوى سكواد موجود في اليورو يعني أقوى من أسبانيا اللي قدمت مباريات جامدة جدا في البطولة ومعها فريق قوي جدا متكلم على لمين يمال اللي عامل حالة رهيبة في سن 17 سنة لسه صغير جدا لكن الناس كلها بتتكلم عليه أرقامه قربت تحطم أرقام قياسية شايف إن ممكن إنجلترا تفوز في النهائي على أسبانيا لو تقابله؟ أنا شايف إن أسبانيا مدرسة وإنجلترا مدرسة فالاعتماد يعني أنا شايف أفضل مدرسة في اليورو من خلال التاكتكال مدرسة الأسبانية مدرسة بتعتمد على التفاصيل يعني أنا شوفنا المنتخب الأسباني مع نص ملعب وخط هجوم ناري يعني أنت بتتكلم عن بيدري ورودري وفابيان رويز وقدامهم بيعتمد على ويليامز ولمين ومروطة فشايف إن دي مدرسة بتعتمد على الأمور التفاصيل وإن هي منظومة دفاعية وهجومية بشكل كبير جدا والمنتخب الإنجليزي زي ما قلت لك بيلعب ببلان واحدة إن هو أبدأ أحضر من تحت وبعد كده أعتمد على التحولات أو إن أنا أدخل في العمق العمق مقفول ألعب على الأطراف وهكذا أنا شايفه أسبانيا هتكون ند قوي للمنتخب الإنجليزي ولكن زي ما أنت قلت فكرة لمين لوحدها إن لعب عنده 16 سنة وماشي في 17 سنة وإن يكون عنده القدرة إن يقدر يلعب في العمق ويبدأ يدخل في معارك في خط الظهر ويكتسب وده كله في لعبة كتيرة بتوصل للملحنة ده بس ما بنشوفهاش تاني لكن فكرة إن لمين مواصل للدرجة دي وإن اللاعب بيديك وعنده حلول على أرضية الملعب وكل ماتش بيديك حلول وكأسست وهكذا لأ أنا شايف إنه هو إحنا في وجود أو يعني قدوم ظاهرة جديدة في عالم كرة القدر لأ وبيدي درس كمال لناس كتيرة أوي من بين الحاجات الطريبة إنه هو بيذاكر في اليورو يعني هو الراجل بيذاكر وهو في اليورو طبعا ده جانب وجانب آخر إنه إحنا دايماً بيعتمدوا في المنتخبات يقولوا على عنصر الخبرة دايماً يقول لك اللاعات للعيب الكبير اللي شارك في بطولات كتير لا أنت جايب لسه لعيب صغير أنا بقول لك فكرة إنه عند 16 سنة و 17 سنة بس هو الولد وثق من نفسه صراحةً يعني مهارة عالية جداً يعني بالظبط هو موجوب صراحةً بالظبط فهو فكرة إنه لمين موجود مع المنتخب الأسباني هو ويليامز كأعمار سنية صغيرة فأنا شايف المنتخب الأسباني بيعتمد اعتماد كبير جداً على الأعمار السنية صغيرة بعيداً عن رودري أو بيدري أو فابين رويز فالخط الهجومي بالنسبة للمنتخب الأسباني أقوى مش هنقوله أقوى من المنتخب الإنجليزي ولكن هتبقى مع عركة الأطراف أنا شايفها كده مين يفوز فيها دي؟ مش هنقول الخبرة ولكن هنقول اللي يقدر يطبق أفكاره عراضية الملعب بشكل كويس جداً يعني لو احنا أستاذ شازلي كده الأمور تاكتك كده المنتخب الأسباني ما بيعتمدش أنه هو بيلعب كأجنحة بس لا هو الأجنحة بتاعة المنتخب الأسباني أجنحة داخلية بتلعب في العمق بشكل كبير جداً يعني أنا بنشوف ويليامز أو لمين ما بيلعبوش على الأطراف أن هم يروحوا لمنطقة الزوم 14 بيستمرو لا بيدخل في العمق بيبدأ يعمل عملية التبادل المركزية مع مراطة أو يدخل ويليامز فبيطلع رودري فبنشوفت حركات لا مركزية أنت بتبقى بتتفرج على المنتخب الأسباني وتعرفش بدري بيلعب فين رودري بيلعب فين ولكن هو كتمركز لا هو صح بس حيطة لا مركزية دي بتعمل ربكة للخصم في الخط الخالفي بالنسبة للخصم طيب يعني كده أنت بتروح لأسبانيا أنا بروح لأسبانيا والمنتخب الإنجليزي في مباراة الفاينال فأنا شايف أن اللي هيحسم المواجهة دي نص الملعب أو الأطراف للمنتخب الإنجليزي أو المنتخب الأسباني طيب بالنسبة للبرونزية هكوم النصيب مين؟ يعني أنا شايف المنتخب الهولندي ممكن ما تكونش الكورة يعني أنصفته شوية ولكن كعدل للمنتخب الهولندي هو ده أخر محط لي لأننا كلمنا عن سكواد المنتخب الهولندي أعمار سنية كبيرة رجل جاي جمع المنتخب بطريقة صعوبة كل مباراة كانت بشكل أنفس عايز أقول لك أن المنتخب الهولندي ملعبش مباراة قوية يعني بالنسبة لأول اختبار لي هي مباراة المنتخب الإنجليزي يعني أنه سريعا جدا على كوبا أمريكا الأرجنتين قدمت كمان مباريات حلوة جدا شايفها في النهائي ولا لا؟ بالظبط ونباري حتفرجنا على المباراة أوريجوي وكلومبيا فقدر كلومبيا تكسب الأوريجوي 1-0 في المباراة كانت مسيرة جدا هتلعب الأرجنتين في الفاينال الأرجنتين يعني ماشي بشكل كواس جدا في الكوب أنا شايف أنهما يعني يعني كنت مرشح الأوريجوي وصلت الفاينال هي اللي ممكن تكون ند قوى بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني في الفاينال كل شكر ليك ناقد أرياضي حسام حسن بنشكورك جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا